اشتركوا في القناة رئيس الوزراء وأطيب تمنيتهما لشعب مملكة البحرين بالمزيد من الرفعة والتقدم فيما كلفه جلالته بنقل تحياته وتمنيته إلى الرئيس الهندي ورئيس وزرائه ولشعب الهند الصديق بدوام الرقي والتطور ورحب جلالة العاهل المفدة بوزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي مشيرا بمسار العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك في كافة القطاعات الحيوية وأفاق تعزيزها وتطويرها مؤكدا جلالته أن العلاقات البحرينية الهندية راسخة وتقوم على أسس قوية من التاريخ المشترك والمصالح المتبادلة كما تم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا والتطورات موضع الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي مؤكدا جلالته أيده الله على أهمية الدعم الدولي للتنمية والاستقرار في أفغانستان والاستمرار بتقديم الإغاثة الإنسانية اللازمة مع مراعاة احترام معتقداتها وقيمها لكل ما فيه الخير والأمن لها ولشعبها والاستقرار في المنطقة متمنيا رعاه الله أن يعم السلام والتأخي العالم أجمع كما أعرب جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه عن تقديره للجهود المتواصلة لأبناء الجالية الهندية ومنذ سنوات طويلة في مسيرة البناء والتطور التي تشهدها البلاد والتي تحظى بالتقدير من شعب البحرين ومن جهته أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي عن سعادته بزيارة مملكة البحرين موشيدا بدور جلالة الملك المفدى في تطوير وتنمية أطر التعاون والدفع بمسيرة علاقة الصداقة العريقة بين البلدين الصديقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر